طبعاً يا أولادي إنتوا عارفين إن من ساعة ما أموكو ثابت البيت وإحنا مفصلنا وأنا عايش لوحدي ولا فيه لقمة سخنة كلها ولا فيه هدمة نضيفة لبسها ده غير بقى إحساس الوحدة اللي حايتلني حتى يمكن أحمد أخوكو حاسس بكده مش كده برضو يا أحمد يا حبيبي أيوة صح يا بابا طبعاً بس برضو أنا مش فاهم حضرتك تقصديه من وراء الكلام ده ولا أنا فاهم أي حاجة خالص حاولوا تفهموني يا أولاد أنا محتاج حدي ونسني في وحدتي ياخد باله مني يجيب لي طلباتي يديني الدوا في معاده مش عايزة تبهدل وأنا في السن ده وأنتوا عارفين كل يوم بيعدي بكبر عن يوم القبليه طب ما أحمد أهب من حضرتك يا بابا ممكن يعملك كل اللي أنت عاوزه ما هو أحمد مشغول في دراسته ومشروعه مش عايز يعني أحمله فوق طاقته ربنا يكون فعونه وبعدين نمسيره في يوم الأيام حيسيبني يروح يتجوز ما هي دي سرنة الحياة؟ بس أنا هرشد أنت شكلك كده عايش شغالة تم تقول لنا يا بابا على بلاط معقول يا بابا أنت مكسوف مننا ما تقول لنا على طول أنك عايش شغالة دي بينناها لسه موصلتش أفهمهم إزاي تقول ما تشيلش هم يا بابا أنا حاجة يقعد معاك وأخد بالي منك واهو أول نسك أنا وبناتي لا 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 أنا مش حملة عيال صغيرة خليك قعدة مطرح منتي وحاياة أبوك ما تتعبش نفسك براحتك يا بابا اللي أنت عايزه بس أنا هتصرف من بكرة الصبح وهجب لك الشغالة اللي أنت عايزة شغالة؟ شغالة إيه؟ إنتوا عارفين إن الشغالة اللي أنت بتاخد كام؟ لا دي الشغالة بتاخد الشيء الفلاني وبعدين إنتوا عارفين أنا داخلي على قدي خالص ده غير إن الناس هتتكلم علينا وإحنا مقفول علينا باب واحد أمال حضرتك عايز إيه بالزبط؟ آآ عايز آآ أنا آآ أنا عايز أتجاوز تتجاوز؟ أيوة تجاوز إيه هو أنا مش بشر قل إيه؟ أيوة يا بابا بس آآ بس إيه؟ اشتربي بيحلي بربعة وأنا عايز واحدة بس كتير عليا؟ لا مش كتير عليك ولا حاجة يا بابا يعني بس يا طار حريك بقى لقيت العروسة المناسبة ولا جيبها لك أنا؟ لا الحمد لله ربنا كرمني واتفقنا على كل حاجة ويا طار مين عروس الهانة دي؟ طانت سعاد طانت سعاد مين؟ المراد خالكو الله يرحمه يامهر 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 ايه؟ النصيب هو النصيب يجيد مراد خالي فجأة تبقى مراد أبويا؟ تبقى ملقيت شغير طانت سعاد هي اللي تتجوزها؟ مالها طانت سعاد دي الإنسان الوحيدة اللي سألت علي وأنا في عز محنتي طانت سعاد؟ ايوه ودتني خمسين ألف جنيه عشان نصلح لمكتبة بعد ما اتحارلت طانت سعاد؟ ورافضت ان انا اكتب لها بيهم شيك طانت سعاد؟ طانت سعاد دي يا بابا بخيلة وجلدة وميتة على الدنيا دي ما بيهونش عليها تصرف القرش لا بقولك ايه؟ ما تتكلميش كده على واحدة انا هتجوزها يعني ده اخر قرار عندك يعني يا بابا؟ ايوه ويكون في علمكو بقى ان طانت سعاد هي اللي اشترتت علي ان انا اقولكو الخبر ده واشترتت علي ان انا مش هتوافع على جوازها مني ايه اللي لما اقولكو؟ يا سلام بصراحة طانت سعاد فيها الخير ما فكرتش في ماما ايه اللي ممكن يحصل لها لما تسمع خبر زي ده؟ بالعكس ده انا بتجوز مخصوص عشان اثبت لمكو ان انا ممكن اعيش من غيرها ده انا كنت حضيع بسببها كفاية بقى السنين اللي ضعت من عمري انا من هنا ورايح مش بفكر غفي نفسي وبس على فكرة الموضوع ده انا مش هفتحه تاني مع اي حد عن قصدكو انا في قطي ايه يا ربي المصايب اللي نزلت رفه فوق دماغنا دي؟ من الواضح يا جماعة ان عالتنا دي بتردت تخرف كلها تخرفين انت كمان اللي شايل هم وماما مش عارف حنوصل لها خبر زي ده ازاي؟ يا حبيبتي يا ماما هتلاقيها منين ولا منين بس؟ وطانت سعاد دي تلعت ميا من تحت تبن